اللي يفاجئني اليوم يفاجئني سراحة هو أني صدفة دخلت إلى موقع لابي أس وكالة الأنباء الجزائرية لكن هي في الحقيقة وكالة أنباء العسكر لا عندها علاقة بالجزائر لا عندها علاقة بالنصابة لقيت مثلا هنا سنقف في هذه النقطة وبعد نخلص نقطة أخيرة مع موضوع وقت طويل هذا الموضوع لقيت قال لك الجزائر أكد أساتذة وخبراء جزائريون اليوم الخميس أن تصريح كاتب الدولة الأمريكي أنتوني بلينكين حول النزاع في الصحراء الغربية يعكس الموقف الأمريكي من القضية والذي يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية القائمة على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أولا هكذا يكاتبين أشكول هذا الخبراء محنة برقوق وأوضح محنة برقوق الخبير في الشؤون هذا يعتبره رأس الخبراء top of the top la crème de la crème زبدة الزبدة في الخبراء يعني كلما نشوفه يحلل يجيني سمعته ثلاث مرات ولا أربع مرات يجيني ألم شديد للمستوى اللي وصلت له الجزائر أنه واحد مثل محنة برقوق يكون هو لميار في الحقيقة يرتكب أخطاء مرات ما يرتكبوهاش طلبة تحسن الثانية والثالثة علوم السياسية ما نقولش على الماجستير ما نقولش على الليسانس وهو زعيم دكتور وقال حتى بروفيسور يقوله وأوضح محنة برقوق الخبير في الشؤون استراتيجية والأمنية خلال مداخلة له في منتدى إذاعة الجزائر الدولية حول تطورات الأوضاح في الصحراء الغربية وتدعياتها على استقرار المنطقة أن تصريحات أنتوني بلينكن أمس الأربعاء بالجزائر تعكس توجهات الدولة الأمريكية التي حررت القرار الأخير الخاص بتجديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينيرسو والذي أعاد التأكيد على القرارات السابقة للأمم المتحدة حول النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية السعمر حنة برقوق يظل مع جمعات الديرس ساكن معهم وهو ينظر لهم حتى يدرسهم يعني ويجيبوه مرة مرة يجيب شوية جنيرالات هكذا طبعا هم بعض جنيرالات مخهم سكر يجي يشرح لهم شوية بعض القضايا وستراتيجية إلى آخرين ويش رأي يقولنا هنا محنة برقوق قال لك أن الموقف عنطوني بلينكن اليوم في الجزائر حول السحراء الغربية هذا موقف رائع وهذا موقف جميل علاش قال لك لأن يعني استوجهات دولة الأمريكية التي حررت القرار الأخير الخاص بتجديد عهدات باعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء متى كان هذا القرار طبعا هو من يذكرش لكن أنا كنت حكيت عليه في وقتها هذا القرار كان في 31 أكتوبر الماضي وعندما صدر القرار وقعت صدمة في الجزائر العاصمة لماذا؟ لأول مرة وهم يحروا في هذا القرار اللي هو تقريبا سنوي تجديد للمينيرسو هذه صرت فيه تعديلات وتعديلات كانت لصالح الطرح المغربي وقدموها الأمريكان نظام تفاجأ من الموقف الأمريكي قدش كانوا يقولون بايدن 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 مش رح يمشي كما ترامب بايدن لكن القاة في الحقيقة أن الموقف الأمريكي في هذه اللائحة يالية المساعد لو كان يعرف وراه يبعث هالي يعني يعني يعرف مش سهل بش يجدها لكن لو كان يبحث لائحة 31 أكتوبر 2021 قد يجدها يعني ويبعث هالي أو واحد من اللي رأي سمع فيها من اللي عندهم تليفون تالي باش نقرها لكم يعني باش تشوفوا أرواحكم يومها صرت فاجعة في الجزائي لمجموعة أسباب الفاجعة الأولى أن الأمريكان مشوا في الخط ترامب ما تراجعوش إدارة بايدن مشت في الخط ترامب بلينكين هذا كان وزير الخارجي هو فالنظام ونزعج بشدة زاد النظام أصيب برجة أخرى الروس ما اعترضوش مفروض نظام جزائي حليفهم يعني العلاقة السراتيجية أو التحاون أو التحالف مع الروس بين الجزائر والروس أكبر بكثير ما بين المغرب والروس معروفة تاريخيا يعني الروس وقف وموقف وسط ما قالوا لا معاه لا ما نش معاه ما اعترضوش عليه عفوا الضربة الأبشع الضربة الأبشع جاءت من الصين زوج ضربات واحدة من أمريكا ضربة أيضا شوية شديدة من الروس لكن الأبشع جاءت من الصين وأمريكا في نفس الوقت الصين تبنت الموقف الأمريكي اللي كان يتبنى الطرح المغربي لأول مرة تضاف فقارات في تجديد المينارسو بمقتضاه يكون التجديد أقرب إلى الطرح المغربي منه إلى الطرح السابق اللي كان متفق عليه ما بين الجزائر والمغربي نقوله متفق عليه بمعنى أنه البلدين كانوا وصلوا إلى حد قال خلاص هذا هو التوازن بيناتنا لكن في المرة الماضية في 31 أكتوبر تغيرت هذه الأمور وجاءت اللائحة حملت في طياتها أطروحة أقرب إلى الطرح المغربي كانت صدمة كبيرة في النظام الجزائر برقوق الآن للمفروض ينظر للجماعة والمفروض هو يعلمهم على أساس أنه أستاذ كبير في العلم السياسية ويقول أن أمريكا في نفس الخط إلى اللائحة 31 أكتوبر الماضية طبعا في نفس الخط لكن اللائحة يا برقوق يا بروفيسور ستدار صدمة في العاصمة في الجزائر وكانوا استرافها السب ومش عارف ربما حتى الكفير بيناتهم كيفاش السفير نتاعنا في نيويورك ماقدرش يوقف هذا الموضوع وكان هناك مشكل كبير وحتى أنا ذاك صحافة تعالى عصابة كتبت وقالوا لأول مرة هذه اللائحة تخرج على الإطار التقليدي انتاحها وتتبنى الطرح المغربي وإلى آخر نساب رقوق هذا الكلام مع أنه عنده 14 فقط هذا الكلام وجاي قلنا اليوم من أن هذه القضية راهي الولايات المتحدة تبنات نفس الموضوع تاع 31 أكتوبر وخلصها بأن والذي أعاد التأكيد على القرارات السابقة للأمم المتحدة حول النزاع في صحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية الاستعمار لا لائحة 31 أكتوبر لم تتحدث على تصفية الاستعمار بل طرحت وتبنت طرح المغربي ها هم كبار مستشارين منتاع المافيا العسكرية الحقيقة كبار المرتزقة مش حاب نتكلم كثير على برقوق هذا خاصة لكن أقل شيء نقوله كبار المرتزقة يكذبوا على سيادهم ويكذبوا على نفسهم ويكذبوا على الشعب الجزائر يو قضية الصحراء الغربية هذه راكم اذبحتون بها في الجزائر وفي المغرب وفي كل مكان وكان حلولها سهلة لكن راكم ما زال متعلقين في الوهم الولايات المتحدة ودول الخليش وفرنسا والآن إسبانيا وغراها الاتحاد الأوروبي وقريب الصين خدش المرليفات صوتت لصرح ريزوليسيون اللي كانت أقرب للطرح المغربي راكم كلهم مع الطرح المغربي من الأحسن أن تتفاوضوا مباشرة مع المغرب من أن ينتهي بكم الأمر أنك تلقوا روحكم أوت والعالم مشاه مع الطرح المغربي وانتهى القضية ما زال يكتبوا على نفسهم بينما ويندي شيرمن لو كلف برقوق نفسه ما قالت ويندي شيرمن في المغرب قبل ثلاث أسابيع اللي هي جات زارة الجزائر في بداية مارس تقلق كانت بداية مارس قالت بصريح العبارة أن الحكم الذاتي كما يطرحه المغرب هذا هو الأقرب إلى الحلول حل هذه القضية وقالتها في المغرب وجات للجزائر ما كاش لقالها لا 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 استنى استنى إحنا رأينا حاجة أخرى إحنا رأينا مع تقرير المصيرة أنا نتكلم عن النظام هذا مش رأينا لكن لا قالت بأن الطرح هو أنه واش رح ما تروح واش رح طرح المغرب كحل حكم ذاتي هو الطرح الأقرب للبراجماتيك يعني قال ريال براجماتيك إلى آخره ما ما عمزالوا يأكلوا في الأوهام وعندهم بروفيسورات كما هذا يزيدوا يغلطهم طبعا كيكون شنغريحة وبنعلي وبنعلي وهذا مفهمة في هوا لهم وبالك ما يفرقش ما بين قرار ولائحة ومجلس الأمن وجمعية العامة هذا وبالك هو أصلا ما يقدرش يفرق بناتهم يعني هاي الكارثة الكبرى وهذا نحكم البلاد الحقيقية في النهاية في النهاية ما جاوبش ما جاوبش على أمل على هذه الصحفية تعلوطن ما جاوبش مليح في قضية المغرب هرب لينكن في قضية العلاقات بالجزء المغرب خلينا نعطي لكم أنا واش قالوا لهم واش من خلال تجربة الدبلوماسية عندما نقرأ وثيقة مثل هذه نتاع وزير خارجية أو تاع دبلوماسي نقرأ السطور وما بين السطور في الحقيقة جاي قل لهم مجموعة أشياء أول قضية لكن نختصرهم لكم بسرعة أول قضية بعدنا على الروس الروس رأو دولة معتدية وهو يدير في المشاكل في العالم وهو غزاء أوكرانيا وهي القمح ارتفعت وهي المشاكل الكبيرة وهو الناس يموتوا في أوكرانيا وجنود الروس يموتوا والعالم يدخل في حرب عالمية ثالثة والسلاح النووي منش عارف هيا خلونا من هذا الروس وما تزيروش روحكم معه خلتشاركم يطيح بوتين يطيحوا معه وصلهم هذا الفكرة طبعا هو دبلوماسي يقولوا بكلام شوية فيه لطف لكن هذه الحقيقة تعالوا يعني كونجا جنرال أمريكي لو كان قالوا شا نقول لكم أنا الآن يعني خدش الجنرالات العسكر إذا حبيت تأخذ الحقائق كما هي يأخذها من عند العسكريين الغربيين مش من عند دبلوماسيين الغربيين عسكريين الغربيين يقولوا الأشياء كما هي دبلوماسيين الغربيين دبلوماسيين يقولوا الكلام بطريقة مهذبة لكن يمر النقطة الثانية قالوا خلونا من اللعب هذه والخصومات مع المغرب نحن نرى العالم متوتر جدا الآن ولا نقبل أي توتر في المنطق وحلوا مشاكلكم مع المغرب وخلونا هذه الاتهامات المتبادلة وهذه الحدود المغلقة وهذه ليس مصلحتكم كشعبين شقيقين الأمريكي جاي يصلح بين المغربي والجزائري الأمريكي المسيحي ولا الملحد ولا مش عارف وش دي أنتم يجي ما بين يصلح ما بين المسلمين جيران مسلمين عربة وامازيغ كيف كيف يهانة واحدة آخر هذي كما ضربت المسيحي هو جاي يقول الجزائريين المسلمين يطلقوا الجزائريين المسلمين سجنينهم عندهم يعني تطرب على رأسك ما تلقاش أنا كي يقول المسيحي هنا مش مش استحضار للدين وصفا لواقع بلينكن هذا مش مسلم مثلا أمريكي قد يكون مسيحي قد يكون ملحي قد يكون مشاء هذا أمر يخصه لكن جاي الجزائريين يقول ما تلقوا جزائريين من الحبس وفي هذا القضية جاي الجزائريين يقول هم يتعاون مليح مع أخواتكم في المغرب ممكن يقول جزائريين خلونا من هذا السبيانيات هذه وهذه الخصومات والحدود المغلقة والأجوال المغلقة والتوترات والصراعات والجراية تكذب على بعضها وتسبوا في بعضها كما يخلونا هذا تمسخير ذر هذا هذا ذر هذه مش معاتش دول هذه رانين رانين بلاك نبسط فيها بنوعك شوية كاريكاتيري بصح هذه هي الحقيقة اللي قيلت مرة الأمر الثالث قال لهم اسمه بيترول والغاز هذا ذرك رو بكري كان نقدرون نقولوا انتاعكم يعني مع مراعاة العالم الخارجي الآن رو بعد وش درجلنا بوتين في هذا المصائب وهي أوروبا قريبة يقطع عليها البترول ويقول لهم تخلصوا بالروبل ولا نقطع عليكم قالوا لهم ما تلعبوش البايبلاين اللي غلقتوها لازم تحلوها أوكي نقدرون نعطوكم مسمانتين شهرين بس حلوها في قرف فرصة خلالش بالتأكيد يعدوا وقالوا لسمح نروا كيم معارضين ورام قالوا راح نحلوها بالسيف وهذي مؤلم لنا يكون نحلوها مزعج وبعدين أيضا المغرب يحس باللي راح انتصر علينا إلى آخر يعطونا شوية وقت ممكن يعدوا تفاهموا على قضية وقت شهرين ثلاثة أربعة ما نشعر فيه لكن ممكن جدا أنا أعتقد أنا ما تفوتش ستة أسابيع والنقطة الأخرى قالوا لهم البترول بتاعكم ما راح نصدروا فيه مليح ورح أوضع البترول السيئة جدا والغاز عندكم سيئة جدا والشركات اللي هتشتغل راح تكسر في البيئة هنا نجيبو لكم احنا الشركات تشتغل حضروا مسؤولين كبار من القطع البترولي الأمريكي لهذه الزيارة جاءوا معاه ودركم تشوفوا بعد سبعين ثلاثة تسمعوا بتوقع اتفاقيات مع الشركات أمريكية كبيرة في القطع البترولي والغاز الجزائري خاصة في الغاز السخري وهذا هو المؤلم الأمريكيين أيضا يدعموا ويطبعوا في العصابة باش تفتح الغاز السخري اللي راح يكون مدمر للبيئة وللمياه لناقضوا تاع حوالي ثمانمائة ألف كيلومتر مربع راح بحر في الصحراء النقطة الأخرى قالوا نوسمع هذي تاع واغنر راكمتوا ما جبته رأوا الجناح الروسي عندكم هو اللي راح جاب لنا واغنر رأى كالمفروض تبعثوا الجيش باش يدعم الفرنسيس في مالي وهذا اللي كنتم تفقين عليها وعلى هذي عدلتوا الدصور باش تقولوا الجيش يقدير راح للخارج باش تقولوا باش تقولوا نتيجة لما شنغريحة راحل عند بوتين في جوان اللي فات وقالوا كيف اجتبعتوا جيش مع الاستعمار جابوا جاب بد الاستراتيجية لما جاب ماكرون واذكر وسب النظام الجزائري طاح الجناح الفرنساوي بقيادة قايدي وجات واغنر ودخلوا المالي قالهم خلاص واغنر خلاص في مالي فنش موزيج تسمحونه موزيج تخلوهم يدخلوا وبعدين واغنر اصلا يقاتلوا الان في اوكرانيا ومش راحين يقدروا يجو يحموا في مالي راح يبقى لهم حدد محدود تا 3-400 عنصر بس حذرهم من دعم واغنر ولذلك الفترة القادمة راح نشوف تغير في سياسة الجزائر في مالي خاصة في موضوع فاغنر ميليشيا روسية هذه